ويشرع لكل مسلم صيام ستة أيام من شوال بعد إتمامه لشهر رمضان أداءً وقضاءً فإذا كان الإنسان أفطر أيام من رمضان يقضي ما عليه من رمضان ثم يصوم الست من شوال ومن لم يكن عليه قضاء فإن الأفضل في حقه أن يبادر بصيام ستة أيام من شوال بعد يوم العيد وأن تكون متتابعة هذا هو الأكمل والأفضل وإن صامها متفرقة أو صامها متأخرة عن يوم العيد بأسبوع أو نحو ذلك لا حرج في ذلك المهم أن تكون في شهر شوال وقد قال عليه الصلاة والسلام من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر يعني إذا صام الإنسان رمضان كأنه صام عشرة أشهر وإذا صام ستة أيام كأنه صام ستين يوما المجموع عشرة أشهر وستين يوم إثنى عشر شهر فيكون الإنسان كأنه صام السنة كلها لأن الله تعالى يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى أضعاف كثيرة فالله جل وعلا يضاعف للعبد الذي يصوم أعماله ومن ذلك أن يصوم ستة أيام كأنه صام ستين يوما فيكون كأنه صام السنة كلها فيحرص الإنسان على صيام هذه الأيام